بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم بعد أن أكل النبي آدم من الشجرة وأهبطه الله تعالى من الجنة تاب إلى الله فتداركته الرحمة كيف تاب إلى الله فتلقى آدم من ربه كلمات يعني أخذ من الله تبارك وتعالى كلمات تسبب التوبة والرجوع عن الزلة وهذا كان بتعليم الله تبارك وتعالى أن يتلفظ بهذه الكلمات ما هي تلك الكلمات في الحديث الشريف عن المعصوم أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي وأنت خير الغافرين لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم وفي رواية أخرى سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلى الله عليهم بمجرد أن أجرى هذه الكلمات على رسانه فتاب الله عليه وأثر هذه التوبة رضاية الله تبارك وتعالى عنه فتاب الله على آدم إنه هو التواب الرحيم يعني كثير القبول للتوبة كثير الرحم وقبوله التوبة من مصاديق رحمته للعباد قل نهبطوا منها جميعا هذا الخطاب لعله لذرية آدم حيث كانوا في صلبه خل ليش تكرر في الآية السابقة قل نهبطوا في هذه الآية قل نهبطوا إنما كرر الأمر بالهبوط هذا توطأ ومقدمة لموضوع الهداية بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في الآية السابقة أن الأرض مقر ومتاع في هذه الآية يريد أن يبين أن الأرض موطن الهداية أو الظلال فإما يأتينكم يعني إذا جاءكم إن شرطية وما زائدة فإما يأتينكم يعني إن يأتيكم أيها البشر الذي في صلب آدم مني من الله تبارك وتعالى هدى يعني هداية عبر الرسل وعبر الكتب كالقرآن الكريم يهديكم إلى الحق فمن تبع هداية فلا خوف عليهم من الأهوال المستقبلية لا خوف عليهم لا في الدنيا لا في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الماضي الخوف الكامل إنما هو من أمر مكروه ولا يعوض الحزن أيضا من أمر مكروه ولا يعوض أما ما نشاهده ونلاقيه من المصائب فإنها تعوض فلا خوف كامل منها فالمخاوف التي يراها المؤمن ليست بشيء في مقابل المخاوف التي يراها الكفار في المستقبل من العذاب والنار فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون شنو الفرق بين الخوف والحزن الخوف يرتبط بأمر مترقب مكروه مستقبلي الحزن بمعنى الهم الشديد على ما فاته في الماضي فهو مكروه وصل سابقا أمر حدث سابقا هذا في الغالب طبعا حس السؤال أنه كيف يخاطب الله تبارك وتعالى ذرية آدم وهم غير موجودين الجواب لا مانع من الخطاب إلى المعدوم إذا كان يصل إليه في المستقبل بعد وجوده طبعا هذا مع غض النظر عن كون الخطاب إلى الذرية وهم في عالم الذر هذا بالنسبة إلى من يتبع الهدى أما من لم يتبع الهدى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا لم يؤمنوا بعد أن تمت عليهم الحجة أولئك أصحاب النار الملازمون لها هم فيها خالدون أبدا السؤال أنه لماذا قال كفروا وكذبوا الجواب أنه قد يكفر الإنسان ولا يكذب إذ الكفر لا يلازم التكذيب إذا كان عن قصور فالذين كفروا وكذبوا يخلدون في النار فالكافر المقصر المعاند خالد في النار أما غيره فيمتحان فإذا كان الكف عن قصور هذا لا يجب الدخول في النار بل في بعض الروايات أن الكفار القاصرين يمتحنون يوم القيامة فإذا كان الكف عن عناد هذا الذي يجب الخلود في النار لذا الله تبارك وتعالى قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الخالدين في الجنة وأن يبعدنا من عذاب النار وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين